ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح ظلت أيام والقائم 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 الرحمن الرحيم اللهم العن أول ظالم ظلم عليا وآل علي وآخرة تابع له على ذلك سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة الثامنة بعد العاشرة فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا هذه هي الحلقة الثامنة بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان ولا زال الحديث متواصلا تحت نفس العنوان حديث الولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحلقة الماضية أتممت كلامي في الصورة الخامسة من صور الشاشة الثالثة بقيت عندي صورة واحدة وهي الصورة السادسة والأخيرة من صور الشاشة الثالثة الشاشة الثالثة هي شاشة الأسرة الصورة السادسة عنوانها زيارة السيدة نرجس وأعني بهذا العنوان نص زيارتها المتوافرة في كتب الأدعية والمزارات الصورة الصورة السادسة التي سأعرضها بين أيديكم من صور الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة هذه الصورة عنوانها زيارة السيدة نرجس هذا هو مفاتيح الجنان أتمنى أن تعود إلى نص الزيارة بعد تمام هذه الحلقة وأعتقد أن الحلقة القادمة يوم غد ستكون في نفس هذه الصورة لأن وقت حلقة اليوم لا يكفي لأن أكمل عرض هذه الصورة مفاتيح الجنان زيارة الإمامين العسكريين وبعد زيارة الإمامين العسكريين تأتينا زيارة السيدة نرجس والدة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي الزوق العام بين براجعنا وبين علمائنا الذوق العام في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على الأقل في زماننا هذا وفي الأزمنة القريبة من زماننا هذا جيل المراجع المعاصرين والذين سبقوهم المراجع الذين عاصرناه هذا الجيل الجيل الذي سبق هذا الجيل وكذلك جيل أساتذة الجيل المتقدم بعبارة أخرى المراجع المعاصرون الذين هم على قيد الحياة أو الذين انتقلوا إلى جوار ربهم الذوق العام والرأي الشائع بينهم هو أن هذا النص أعني نص زيارة السيدة نرجس هو نص ضعيف بحسب قذارات علم الرجال التي يعتمدونها ربما يتحسس البعض من استعمال لهذه الكلمة قذارات هذه الكلمة أنا استقيتها من تقسيم أمير المؤمنين لعيون المعلومات هناك عيون صافية وهناك عيون كدرة لماذا صارت هذه العيون كدرة لأنها عيون نواصف وصفت بأنها كدرة لأنها قد امتلأت بالغذارات إنها عيون المجاري إنها عيون المياه الثقيلة قذارات فماذا تجدون في عيون المجاري في عيون المياه الثقيلة ماذا تجدون تجدون القذارات علم الرجال جاءنا من تلك العيون القذرة ومن هنا فإنني حين أتحدث عن علم الرجال وعن قواعده وقوانينه أصفها بالقذارات بحسب قذارات علم الرجال التي يعتمدها علماؤنا ومراجعنا الكرام فإن هذا النص نص ضعيف وبالتالي كل شيء بين أيدينا هو ضعيف فوثيقة السيدة نرجس ضعيفة ووثيقة السيدة حكيمة ضعيفة هي الأخرى ونص زيارة السيدة نرجس ضعيفة هي الأخرى وهكذا من نسبة لي لا أبالي بأقوال مراجعنا الكرام وألقي بها جانبا لمنافرتها لذوق آل محمد لمنافرتها لمنطق الكتاب والعترة أنتم أحرار ليس بالضرورة أن تتفقوا معي هذه وجهة نظري فهناك وجهة نظر عند مراجعنا وعلمائنا الأجلاء من أن زيارة السيدة نرجس هذه الزيارة ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال بالنسبة لي النص نص ينسجم انسجاما كاملا مع نصوص زياراتهم ومع الوثائق المتقدمة الذكر ولذا لا أبالي بأقوال علمائنا ومراجعنا الكرام في تضعيف هذا النص هذا النص بالنسبة لي وثيقة واضحة صريحة وسأبين لكم ذلك حين نتعامل مع النصوص أول شيء علينا أن نعرف تأريخ هذا النص هذه القضية هذه القضية مهمة جدا لدراسة النصوص قطعا هذا الأسلوب يختلف اختلافا كاملا عن أسلوب مراجعنا في دراسة النصوص هذا هو أسلوب أهل البيت فهم يرجعوننا إلى النصوص هذا هو أسلوب لحن القول أسلوب المعاريط هذا هو أسلوب العرض على أصول الكتاب وأصول الفكر عند العترة الطاهرة هذا هو أسلوب الفصاحة والبلاغة حينما نقارن بين سمات الفصاحة والبلاغة في هذا النص مع سمات الفصاحة والبلاغة التي نعرفها عن آل محمد هذا هو منهج لحن القول في دراسة النصوص بعيدا عن قذارات النواصب وأعداء أهل البيت التي يتمسك بها أكثر مراجعنا الكرام وأكثر علمائنا الأجل وبما أن هذه القواعد وهذه القوانين التي يتمسك بها أكثر مراجعنا الكرام وأكثر علمائنا الأجل بما أنها جيء بها من أعداء محمد وآل محمد فإنني لا أعبأ بها إطلاقا وأنتم أحرار أنظروا إلى الجهة الثانية وانظروا إلى هذه الجهة وحكموا عقولكم وذوقكم ووجدانكم وقارنوا بين هذه المعلومات وميزوا الحقائق ودققوا النظر في كل الشاشات وانتظروني إلى آخر شاشة وبعد ذلك استحصلوا الصورة الكاملة مع التفاصيل كل معطا من المعطيات التي وضعتها في صور هذه الشاشات إنني لا أريد أن أعتمد عليها لوحدها وإنما هذه المعطيات يشرح بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا حتى تتكامل الصورة النهائية مثل ما قلت قبل قليل لا بد أن نعرف تأريخ النص الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان وهو الكتاب المتوفر في بيوتكم المصدر الذي نقل عنه صاحب المفاتيح المحدث القم رحمة الله عليه نقل من هذا المصدر وهو من أهم مصادر الزيارات عندنا مصباح الزائر للسيد ابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين السيد ابن طاوس هو السيد رضي الدين علي ابن طاوس فهناك أكثر من شخصية علمية في الجو الشيعي تعرف بهذا الاسم ابن طاوس المقصود هو السيد رضي الدين علي ابن طاوس المولود سنة خمسمية وتسعة وثمانين للهجرة والمتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة هذا الكتاب مصباح الزائر من أهم مصادر الزيارات عندنا هناك كتب سابقة على هذا الكتاب هناك كتب أقدم لكن كتب السيد ابن طاوس في الأدعية والزيارات والأورادي والأذكار والاستخارات مقدمة على غيرها لسببين السبب الأول السيد ابن طاوس متخصص في جمع الأدعية والزيارات ومن الذين يمارسون ممارسة عملية في تطبيق أغلب ما جمعه في كتب الأدعية والزيارات هذا أولا وثانيا امتلك السيد أبن طاوس مكتبة مميزة اجتملت واحتوت على نوادر الكتب التي لم تكن متوفرة لكل أحد ومن جملة ما اجتملت عليه خزائن كتبه مجموعة كبيرة من كتب الأدعية والزيارات لم تتوفر بكلها لأحد قد سبقه أو لأحد قد جاء من بعده كما يبدو نحن لا نعلم الغيب ولكن من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا ومن هنا كانت مجموعة كتب السيد أبن طاوس متميزة عن غيرها ما كتبه في الأدعية وفي الزيارات وما يماثل هذه الموضوعات لهذا السبب كان هذا الكتاب كان مصدرا مميزا بين مصادر الزيارات عندنا هناك مزارات أخرى هناك مزارات أقدم من هذا المزار مصباح الزائر مثل ما قلت سيد ابن طاوس متوفى سنة ستمية واربعة وستين هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وسبعتعش هجري قمري جاءت الزيارة مذكورة في صفحة أربعمية وثلاثة لا أريد أن أقرأ من هذا الكتاب لأنني سأقرأ النص في مفاتيح الجنان وإنما فقط أردت أن أشير إلى المصدر الذي نقل عنه المحدث القمي والمصادر التي وردت فيها هذه الزيارة فهذا هو مصباح الزائر هناك كتاب أقدم من هذا الكتاب الكتاب الذي هو أقدم من هذا الكتاب هو المزار الكبير لابن المشهد محمد ابن جعفر المشهد في الحقيقة لا نعرف على وجه الدقة تأريخ ميلاده ولا نعرف على وجه الدقة تأريخ وفاته هو من أعلام القرن السادس الهجري هناك مقاربة من خلال قراء ذكرت حوله وحول رجال عصره يمكن أن نقدر أن تأريخ ميلاده يكون في بدايات القرن السادس الهجري في أوائل القرن السادس الهجري فإذا كان في بدايات القرن السادس الهجري فإن ميلاد السيد ابن طاوس كما ذكرت قبل قليل سنة خمسمية أو تسعة وثمانين يعني في أواخر القرن السادس الهجري فلذا كتابه هذا المزار الكبير سابق على كتاب السيد ابن طاوس هذه الطبعة التي بين يدي مؤسسة النشر الإسلامي تحقيق جواد القيوم أورد زيارة السيدة نرجس صفحة ستمية وستين ولكنه قال في بدايتها زيارة أم القائم عليها السلام أملاها علي رجل من البحرين سمعته يزور بها فالزيارة بنفس النص الموجود في مفاتيح الجنان ونفس النص الموجود في مصباح الزائر للسيد ابن طاوس هو نفس النص موجود في المزار الكبير لابن المشهدي ولكنه قال أملاها علي رجل من البحرين سمعته يزور بها ولم يذكر تفصيلاً غير هذا أما السيد ابن طاوس فقد ذكرها في سياق زيارة الإمامين العسكريين المصدر الأقدم أقدم مصدر نعرفه من خلال التتبع في مصادر الأدعية والزيارات أقدم مصدر هو مزار الشيخ المفيد الشيخ المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة بالضبط في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة توفي الشيخ المفيد في بغداد رحمة الله عليه أما ولادته التي نعرفها فقد ولد الشيخ المفيد سنة ثلاثمية وثمانية وثلاثين للهجرة يعني بعد مرور تسع سنوات إلى عشر سنوات أقل من عشر سنوات من بدايات الغيبة الكبرى فإن الغيبة الصغرى انتهت سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة الشيخ المفيد بحسب ما نعرف وبحسب ما ثبته في كتب التراجم فإن ولادته كانت سنة ثلاثمية وثمانية وثلاثين للهجرة وتوفي في الثالث من شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة عشر عنده كتاب من كتبه هو كتاب المزار معروف بمزار الشيخ المفيد في كتب الأدعية والزيارة هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه طبع الدار إحياء التراث العربي الشيخ المجلسي توفي سنة ألف ومية وعشرة ألف ومية وحدعش على اختلاف النقول التي نقلت عن تاريخ وفاته لا يوجد فارق كبير سنة واحد صفحة سبعين من الجزء التاسع والتسعين يورد زيارة أم القائم صلوات الله وسلامه عليها يوردها هنا نقلا عن مصباح الزائر مع أن الشيخ المجلسي كان يمتلك بقية المصادر كان يمتلك المزارة الكبير لكنني كما قلت أهل الخبرة في شؤون الأدعية والزيارات يعتمدون كتب السيد ابن طاوس أكثر من غيرها ولذا ثبت النص في كتابه هنا الشيخ المجلسي نقلا عن مصباح الزائر لسيد ابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين وذكر في صفحة ثنين وسبعين أقول الشيخ المجلسي هكذا علق بعد أن ذكر زيارة السيدة نرجس أقول ذكر المفيد والشهيد مراده بالشهيد الشهيد الأول والشهيد الأول متأخر عن السيد ابن طاوس لكن المفيد متقدم هناك كتاب أيضا معروف بمزار الشهيد مزار الشهيد الأول أقول ذكر المفيد والشهيد وغيرهما من أصحاب المزارات في كتبهم زيارة أم القائم هكذا مثل النص الذي جاء في مصباح الزائر والذي أثبته الشيخ المجلسي إذن نحن عندنا أقدم مصدر لحد الآن بحسب المعلومات المتوفرة ربما توجد مصادر أقدم من الشيخ المفيد لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وهذا شيء طبيعي بما أننا ما عثرنا على مصدر أقدم لا يعني أنه لا يوجد مصدر أقدم ولكن والمعلومات والمعطيات المتوفرة فإن أقدم فإن أقدم مصدر بأيدينا هو مزار الشيخ المفيد وها هو الشيخ المجلسي يثبت نص مصباح الزائر للسيد ابن طاوس ويصرح من أن هذا النص متوافر في مزار الشيخ المفيد وفي مزار الشهيد وفي مزار غيرهما وأشار أيضا إلى صاحب المزار الكبير إلى محمد ابن جعفر المشهدي الذي أشرت إليه قبل قليل فأقدم مصدر بين أيدينا هو مزار الشيخ المفيد نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التاريخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة نحن لا ندري بالضبط متى ألف مزاره ولا ندري بالضبط وبالدقة تاريخ المصدر الذي نقل عنه الشيخ المفيد رحمة الله عليه ولكن فإن هذه الفترة ما هي ببعيدة عن فترة النص المعصومي الشرعي لأن زمان النص المعصومي الشرعي انتهى بموت السفير الرابع علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة والشيخ المفيد ولد بعد هذا التاريخ في مدة لا تصل إلى عشر سنوات ولادته كانت سنة 338 للهجرة فهو في الأجواء القريبة من عصر النص المعصومي المصادر متوفرة ولذا حين ندقق في الناس فإن هذا الناس مفرداته وعباراته تتسق مع نصوصي منظومة الأدعية والزيارات وقد عرضت صورة من الصور في الشاشة الثانية التي هي شاشة العترة الصورة الثالثة كانت تحت هذا العنوان منظومة الأدعية والزيارات وحدثتكم عنها فلهذه المنظومة هندسة في التعابير ولهذه المنظومة طريقة في تصميم الزيارات وكيف تبدأ وكيف تنتهي وما هي الصيغ والعبارات المتعارفة وما هو الذوق الذي يتناسب وينسجم مع المزور مع الجهة أو الشخصية التي تدور الزيارة حولها نحن والنص سأقرأ عليكم نص زيارة أم القائم صلوات الله عليه وعليها الذي أتمنى أن تصبروا علي ربما في بعض الأحيان قراءة بعض النصوص قد تكون متعبة لكم ولكن نحن بصدد موضوع مهم إنني أتحدث عن الولادة المهدوية المباركة وبداية الطريق عندنا تبدأ من هنا بالنسبة لي الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الكلام ولكنني أردت أن أبحث المسألة في جميع الاتجاهات مع أنني أراعي الاختصار لو لم أراعي الاختصار فإن الحلقات ستستمر إلى سنة أو أكثر من سنة سيكون هناك برنامج مفصل مع كل رواية مع كل جزئية مثلما شاهدتم برنامج الكتاب الناطق برنامج طالت ساعاته وكثرت حلقاته وامتدت أيامه وشهوره ديننا يبدأ من هنا من هذا المعلم من أي معلم من معلم الولادة ولد الإمام فهو موجود شاهد قائم فهذا هو الدين إذا كان الإمام ليس مولودا فإذا لا إمام وإذا لا دين وانت عيناء وكل الكلام سيكون هراء من أوله إلى آخره ولذا البداية من هذه النقطة أئمتنا أمرونا أن نأخذ معالم ديننا بطريقة تحتاج إلى صبر وصموت هذان اللذان كتب إلى الإمام الهادي رسالة يسألانه فيها عم من يأخذان معالم دينهما فماذا أجابهما إمامنا الهادي أصمد 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 في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى من يريد أن يبحث عن معالم دينه وأن يصل إليها بطريق واضح بين وبأسلوب مشرق عليه أن يصبر أصمد في دينكما على كل متين في حبنا وكل لكثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى نحن بحاجة إلى معرفة تعريخ النص وقد عرفنا تعريخ النص وبحاجة إلى قراءة النص وبعد ذلك ندقق النظر في انسجام هذا النص مع منظومة الأدعية والزيارات ونبحث أيضا في انسجام هذا النص مع الوثائق المتوفرة بين أيدينا خصوصا وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج ووثيقة السيدة حكيمة وثيقة الولادة وبعد ذلك نبحث عن الانسجام فيما بين هذا النص وبين هذه المنظومة المعلوماتية التي رتبتها بشكل صور في شاشات متعددة حينئذ يتجلى لنا أن هذا النص هو من نصوصهم ولهذا فإنني لا أعبأ بما يقوله مراجعنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء لأنني لا أعبأ بالمنهج الذي هم عليه ولا أشتريه بفلس ممسوح لماذا لأن هذا المنهج لا يمت إلى آل محمد بصلة أبدا وسأبين لكم منهج محمد وآل محمد في التعامل مع النصوص سأبينه لكم وبشكل موجز ومختصر وواضح في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى حتى تكون الأمور واضحة لديكم وحينما تحكمون عقولكم إنما تحكمون عقولكم بأنفسكم من دون تأثير مني عليكم ومن دون تأثير من أي شخص هكذا تدرك العقائد وإلا فما أنتم على عقيدة صحيحة إذا كنتم تأخذون العقيدة لأنني أخبركم ويعجبكم كلامي وطرحي هذه ما هي بعقيدة هذه ترهات أو أنكم تأخذوا العقيدة من مرجع التقليد مرجع التقليد أنتم لا تحتاجونه إلا في قضية واحدة في المسائل غير الضرورية وفقط في الأحكام موضوعات الأحكام لا تقليد فيها وإذا قال لكم أحد غير ذلك فإنه يكذب عليكم طالبوا بالدليل تريدون أن تسمعوا الدليل مني راجعوا برامجي السابقة التي ترتبط في موضوع التقليد أرشدكم إلى حلقة واحدة من حلقات برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر هناك حلقة مفصلة وهناك شرح وبيان فيما يرتبط بموضوع التقليد يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر وهي موجودة على الإنترنت بإمكانكم أن تراجعوا تلك الحلقات إذن بعد أن عرفنا تأريخ النص علينا أن نقرأ النص وأن نقوم بعملية مقارنة ودراسة وتحليل كي ندرك انسجام هذا النص مع منظومة الأدعية والزيارات انسجام هذا النص مع الوثائق التي قدمتها وثيقة السيدة نرجس وثيقة السيدة حكيمة فإنهما وثيقة للزواج ووثيقة للولادة وأن نبحث عن انسجام هذا النص مع مجموعة معطيات هذه المنظومة المعلوماتية التي عرضتها في الشاشات لحد الآن وما سيأتي من عرض تفصيليا في الشاشات المتبقية أما مخالفة علمائنا ومراجعنا لهذا الموضوع من أنهم يضعفون هذا النص بالنسبة لي أنا أنتفع منه دليلا على صحة النص لماذا؟ لأن مراجعنا يتبعون منهجا بعيدا عن أهل البيت المنهج البعيد عن أهل البيت قطعا سيعطينا نتائج منافرة لما يريده أهل البيت المنهج الذي عليه علماؤنا هو نفسه الذي يعطينا هذه النتائج هو نفسه الذي يضعف أحاديث ولادة الإمام الحج هو نفسه نفس المنهج الذي يضعف أحاديث ما جرى على الزهراء في قضية ظلامتها واستشهادها هو نفسه الذي يضعف أكثر الأدعية والزيارات هو نفسه الذي يضعف الأحاديث الكثيرة في المعارف الغيبية والمقامات القدسية لآل محمد هو نفسه الذي يضعف أكثر الروايات وأكثر الأحاديث التي ترتبط بشؤون الغيبة والظهور هو نفسه المنهج الذي يضعف الكثير من الأحاديث التي ترتبط بواقعة عاشورة هو هو هذا المنهج لم يبق شيئا لنا صحيح هذا الأمر لا يصرحون به علنا ولكن في مجالسهم العلمية علماؤنا ومراجعنا في بطون كتبهم هذه الأمور واضحة وجلية جدا منهج أعوج نتائجه هي هذه أليس الأمور تستبين بخواتيمها خواتيم هذا المنهج هي هذه فهو منهج مناثر لآل محمد منهج ينكر ظلامة آل محمد منهج يبرئ أعداء آل محمد منهج يقلل من شأن آل محمد منهج يقوي الأحاديث والروايات التي تنقص من آل محمد مثل ما يقولون بنجاسة دم المعصوم يستندون إلى روايات تقوى بهذا المنهج مثل ما يقولون بسهو المعصوم يستندون إلى روايات تقوى بهذا المنهج ولكن حينما تأتي الروايات والأحاديث تتحدث عن أسرار آل محمد وعن مقاماتهم القدسية يضعفونها بهذا المنهج تفسير القرآن الذي جاءنا عنهم لماذا ترفضه الشيعة لأن مراجع الشيعة يرفضونه لماذا لأن هذا المنهج هو الذي يضعف أحاديث تفسير القرآن التي وردت عنه منهج أعوج منهج أغبر منهج ضال منهج كله حماقة وجهال وضلال فماذا تتوقع من فحينما يأتي علماؤنا الأجلاء ومراجعنا الكرام أعلى الله مقاماته الأموات والأحياء منه فيأتون فيدمرون حديث أهل البيت وينكرون ويضعفون الأدعية والزيارات بالنسبة لي هذا دليل قوي على صحة هذه النصوص تضعيف مراجعنا وعلمائنا بالنسبة لي دليل لماذا لأنهم قد طبقوا منهجا ناصبيا والصواب في خلاف النواصب المنهج الناصبي ماذا أتوقع من أتوقع من بشكل مباشر يقودني إلى نتائج منافرة ومضادة لذوق محمد وآل محمد أنا لا أعبأ بهم ولكنني أقول إنني أجعل من أقوال علمائنا ومراجعنا في تضعيف النصوص أجعل منها قرينة على صحة هذه النصوص لأنهم يعتمدون منهجا ناصبيا إنني لا أتحدث عنهم جميعا ولكن الأعم الأغلب هم هكذا الأعم الأغلب هكذا يتعاملون مع حديث أهل البيت على الأقل المعاصرون منهم الأحياء المعاصرون الأحياء على الأقل هم يتعاملون بهذا المنهج الناصبي الأعوج فحينما يطبقون المنهج الناصبي الأعوج فيضعفون الأحاديث والزيارات والأدعية والروايات إنني أستفيد من ذلك أن هذه النصوص نصوص صحيحة هذه النصوص وردت عن أهل البيت بدليل أن المنهج الناصبي الذي يستعمله علماؤنا الأجلاء ومراجعنا الكرام يضعف هذه النصوص فهذا المنهج الأعوج يضعف هذا الناس هذا دليل من الأدلة التي أنا أعتمدها وأنتم أحرار ليس بالضرورة أن تقبلوا كلامي من أنا؟ لا أنا نبي ولا أنا معصوم هذه قناعاتي أنتم أيضا دققوا النظر في هذه المطالب وتباحثوا فيما بينكم وعودوا إلى المصادر وانظروا إلى الواقع هذا المنهج إلى أين أخذنا وفي أي مكان أوقفنا وأين نحن من إمام زماننا لماذا نحن في جفوة مع إمام زماننا بسبب جهلنا من الذي قادنا إلى هذا الجهل وهذا المنهج الذي قادنا إلى هذا الجهل هذه العمائم الجاهلة التي ترتقي المنابر من الذي جهل هذه العمائم؟ الذي جهل هذه العمائم ولم يعطها ثقافة حقيقية تمت إلى منهج الكتاب والعترة هو هذا المنهج الأعوج من الذي جاء بهذا المنهج؟ وتبنى مراجعنا الكبار الأجلاء الأموات والأحياء من أين جاءونا بهذا المنهج؟ جاءونا به من النواصر بشكل مباشر وأضافوا إليه جانبا من استحساناتهم الشخصية يعني من جيب الصفحة أما منهج آل محمد فهو منهج آخر دراسة النص من الجهة التأريخية الأئمة يريدون منا أن ندرس النص من الجهة التأريخية ولذا عندنا قاعدة من القواعد التي وضعها لنا الأئمة أن نعمل بقول المتأخر إذا لم نعرف تأريخ النص كيف نستطيع أن نعمل بهذه القاعدة؟ أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن القواعد والأصول التي وضعها لنا أئمتنا نحن بحاجة إلى معرفة تأريخ النص وبعد ذلك نحن بحاجة إلى دراسة نفس النص هذا النص إذا أردنا أن ندرس مفرداته إنه يتناسب مع النصوص التي صدرت في عصر الغيبة الصغرى هي لا تختلف اختلافا كبيرا عن النصوص التي صدرت من رسول الله إلى زمان الحجة بن الحسن ولكن قد نجد طعما معينا مثلا في الزيارات الحسينية أعني زيارات سيد الشهداء وهي في الأعم الأغلب زيارات صادقية رويت عن صادق العترة لا أقول جميع الزيارات ولكن أكثر الزيارات الحسينية وردتنا عن إمامنا الصادق فإذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة نجد لتلك الزيارات مذاقا ونجد للزيارات التي صدرت في عصر الغيبة الصغرى مذاقا آخر حتى على مستوى الزيارات الحسينية فزيارة الناحية المقدسة هي زيارة لسيد الشهداء في يوم عاشوراء لكنها تتميز بمذاق وبطعم يختلف عن مذاق وعن طعم الزيارات الصادقية لسيد الشهداء ليس الحديث الآن في هذه الخصوصيات وفي هذه الجزئيات نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو نص زيارة السيدة نرجس صلوات الله عليها السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين السلام على مولانا أمير المؤمنين السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام السلام عليك أيتها الصديقة المرضية السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين السلام عليك وعلى آبائك الحواريين السلام عليك وعلى بعلك وولدك السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وصبرتي في ذات الله وحفظتي سر الله وحملتي ولي الله وبالغتي في حفظ حجة الله ورغبتي في وصلتي أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتدية بالصالحين راضية مرضية تقية نقية زكية فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك فلقد أولاك من الخيرات ما أولاك وأعطاك من الشرف ما به أغناك فهناك الله بما منحك من الكرامة وأمراك ثم ترفع رأسك وتقول اللهم إياك اعتمدت ولرضاك طلبت وبأوليائك إليك توسلت وعلى غفرانك وحلمك اتكلت وبك اعتصمت وبقبر أم وليك لذت فصل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع ولدها كما وفقتني لزيارة ولدها وزيارتها اللهم إني أتوجه إليك بالأئمة الطاهرين وأتوسل إليك بالحجج الميامي من آل طاه وياسين أن تصلي على محمد وآل محمد الطيبين وأن تجعلني من المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلني ممن قبلت سعيه ويسرت أمره وكشفت ضره وآمنت خوفه اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد من زيارة إياها وارزقني العودة إليها أبدا ما أبقيتني وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها واغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار والسلام عليكم يا ساداتي ورحمة الله وبركاته هذا هو نص زيارة سيدتنا نرجس أم القائم صلوات الله عليه وعليها قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان وهذا النص هو نفسه موجود في مصباح الزائر للسيد ابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهو نفسه موجود في المزار الكبير لابن المشهدي من علماء القرن السادس الهجري سابق للسيد ابن طاوس وهو نفسه رواه الشيخ المجلسي في البحار المتوفى سنة 1111 للهجرة وأثبت جملة من مصادره أثبت مزار الشهيد الأول المصدر المهم مزار الشيخ المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة هذا هو النص نفسه هذا النص يلتقي كثيرا مع نص آخر مع زيارة أمي أول إمام من الأئمة الاثني عشر فهذا النص نص لزيارة أم آخر إمام من الأئمة الاثني عشر إمام زماننا الحجة بن الحسن هناك نص أيضا موجود في المفاتيح زيارة زيارة سيدتنا فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين زيارة أمي أول إمام من الأئمة الاثني عشر وهو الإمام الثاني من أئمة الأئمة الإمام الأول محمد صلى الله عليه وآله إمام الأئمة الإمام الثاني أمير المؤمنين الإمام الثالث فاطمة وهو المعصوم الثاني في منظومة المعصومين الأربعة عشر وهو نفس محمد بنص القرآن الكريم فهذه زيارة فاطمة بنت أسد والدة سيد الأوصية هذه زيارة أيضا جاءت في مصباح الزائر بحسب هذه الطبعة التي أشرت إليها صفحة 58 59 هذا هو مصباح الزائر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث وجاء أيضا في المزار الكبير ذكر هذه الزيارة في صفحة 92 وما بعدها وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة النشر الإسلام وجاءت أيضا نفس الزيارة في الجزء 97 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 218 رقم الحديث 17 صفحة 218 219 زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين ومن جملة المصادر التي ذكرها الشيخ المجلسي فقد ذكر مصباح الزائر وذكر أيضا مزار الشهيد وذكر أيضا مزار الشيخ المفيد فالزيارة أيضا موجودة في مزار الشيخ المفيد رحمة الله عليه موجودة في المزار الكبير لابن المشهدي موجودة في مصباح الزائر للسيد ابن طاوس موجودة كذلك في مزار الشهيد الأول وهاني أقرأها عليكم أيضا من مفاتيح الجنان ورجائي أن تدققوا لتلاحظوا هناك الكثير من المطالب واضحة ومتجلية في هاتين الزيارتين بنحو واحد والقانون واضح عندنا القانون واضح ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم ومن جملة ما كان لأولهم أو ما كان لآخرهم شؤونات ولادتهم ومن جملة شؤونات ولادتهم هذا القانون أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة فهذا القانون يجري على أولهم ويجري على آخرهم ومن هنا المضامين واحدة متشابهة فيما بين الزيارتين زيارة لأمي أول الأئمة الاثني عشر وزيارة لأمي آخر الأئمة الاثني عشر وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم وهذا جزء من تجليات الهندسة الخاصة والنظم الفائق في منظومة الأدعية والزيارات الشريفة نذهب إلى أفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إنها أم علي المرتضة ماذا تقول زيارتها الشريفة السلام على نبي الله أنا أقرأ من مفاتيح الجنان السلام على نبي الله السلام على رسول الله السلام على محمد سيد المرسلين السلام على محمد سيد الأولين السلام على محمد سيد الآخرين السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على فاطمة بنت أسد الهاشمية السلام عليك أيتها الصديقة المرضية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها الكريمة الرضية السلام عليك يا كافلة محمد خاتم النبيين السلام عليك يا والدة سيد الوصيين السلام عليك يا من ظهرت شفقتها على رسول الله خاتم النبيين السلام عليك يا من تربيتها لولي الله الأمين السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر السلام عليك وعلى ولدك ورحمة الله وبركاته أشهد أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهت في مرضات الله وبالغت في حفظ رسول الله عارفة بحقه مؤمنة بصدقه معترفة بنبوته مستبصرة بنعمته كافلة بتربيته مشفقة على نفسه واقفة على خدمته مختارة رضاه مؤثرة هواه وأشهد أنك مضيت على الإيمان والتمسك بأشرف الأديان راضية مرضية طاهرة زكية تقية نقية فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك اللهم صل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة الأئمة من ذريتها وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع أولادها الطاهرين اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة إياها وارزقني العودة إليها أبداً ما أبقيتني وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحقها عندك ومنزلتها لديك اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار هذا هو تمام نص زيارة سيدتنا فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 احاول الوقوف على بعض المفاصل في هذا النص الشريف لأنني إذا أردت أن أبدأ مع هذا النص من أول لفظة فيه إلى آخرها فهذا يحتاج إلى عدة حلقات لكنني سأذهب إلى بعض المفاصل المهمة والتي هي بحاجة إلى شرح وبيان قطعاً الزيارة تبدأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين لأنني أتحدث عن نص زيارة السيدة نرجس وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان الزيارة تبدأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين السلام على مولانا أمير المؤمنين السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين إننا في أجوائهم والبداية هذه هي براعة استهلال واضحة في هذا النص الموجز براعة استهلال أن التي سأزورها هي جزء لا يتجزأ من هذا الواقع المقدس فهذه العناوين رموز لواقع مقدس إنه واقع محمد وآل محمد هذا هذا هو عالم العصمة والطهارة ولذا الزيارة تبدأ بهذه العناوين وتبدأ بهذه الرموز لتقول لنا من أننا في المحضر المقدس فاخلع فاخلع نعليك أيها الزائر اخلع كل شيء فاخلع نعليك اخلع ما يدور في قلبك وفؤادك فإنك أين فإنك في الوادي المقدس هذا هو الوادي المقدس السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين السلام على مولانا أمير المؤمنين السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين هذا هو الوادي المقدس نحن دخلنا دخلنا في رحاب الوادي المقدس كي نزور كي نزور شخصية هي جزء لا يتجزأ من هذا الوادي المقدس جزء من عليه محمد المصطفى بلطفه قبل هذه الدنيا وفي هذه الدنيا وأضافه إلى هذا الوادي الذي يفوح عزا وشرفا وكرامة ومجدا وعظما إنه وادي أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هذا هو نفس الوادي هذا هو الوادي الذي ترمز إليه هذه الأسماء وتشير إليه من بعيد ومن قريب فهذه المعاني يا من هو قريب في بعده ويا من هو بعيد في قربه هذه المعاني تتجلى في أكرم الآيات اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها فإن أكرم الآيات تتقلب بين أظهرنا ولكن هذه العقول لا تتمكن من إدراك ما يدور في ساحة فنائها فضلا عن إدراكها هي بنفسها تبدأ الزيارة تشير إلى أن المزور والمزور هنا السيدة نرجس هي جزء من هذا العالم المطهر ثم تقول الزيارة السلام على والدة الإمام والمدعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام هذا مفصل مهم في الزيارة والمدعة أسرار الملك العلام هذا المفصل أتركه ليوم غد لأن هذا المفصل بحاجة إلى أن أقف عليه ربما لو وقفت عليه في هذه الحلقة لا أستطيع أن ألملم أطراف حديثي كي أرتب الموضوع سأترك بعض المفاصل لحلقة يوم غد من هذه المفاصل التي سأتركها هذا المفصل والمدعة أسرار الملك العلام هذا مفصل ومفتاح من مفاتيح فهم الزيارة الشريفة مثل ما حدثتكم عن منظومة الأدعية والزيارات فإن هذه المنظومة لها هندستها ولها مفاتيحها ولها مفاصلها ولها مداخلها ومخارجها ولها أبوابها هذا مفصل مهم من مفاصل الزيارة الشريفة والمودعة أسرار الملك العلام هذه العبارة جاءت في هذا السياق السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام المفصل هنا والمودعة أسرار الملك العلام وهذا كما قلت لكم قبل قليل أتركه لحلقة يوم غد ثم تقول الزيارة السلام عليك أيتها الصديقة المرضية وصديقة هذه الصفة سيتضح معناها حينما حينما نقف على معنى هذه العبارة والمودعة أسرار الملك العلام الصديقية مرتبة درجاتها كثيرة المرتبة الأصل فيها هي مرتبة علي وفاطمة وفاطمة فعلي هو الصديق الأكبر وفاطمة هي الصديقة الكبرى ومن دون هذه المرتبة هناك مراتب لا تعد ولا تحصى مرة تتجلى المرتبة بكليتها في هذا العبد أو في تلك الأمن من عبيده سبحانه وتعالى ومن إمائه إنني لا أتحدث عن عبيد الدنيا وإمائها إنني أتحدث عن عبيد الله وإمائه فمرة تتجلى تلك المرتبة بكليتها في هذا العبد أو في تلك الأمن ومرة يتجلى يتجلى بعضها بحسب الأوعية مثل ما قال أمير المؤمنين لكميل ابن زياد القلوب أوعية يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها هناك مراتب فوعائية القلوب تختلف من قلب إلى قلب ومن هنا تختلف مراتب الصديقين وصديقات بحسب ذوق أهل البيت هذه المصطلحات صديق صديقة هذه مصطلحات خاصة بهم فقط وتمنح لغيرهم تشريفا وتكريما جودا منهم وكرما منهم وفضلا منهم مثل ما ورد في الروايات في وصف المؤمن بالمؤمن لأن المؤمن بالمعنى الحقيقي هو الذي يعطي الأمان عن الله وليس من أحد بهذه المرتبة إلا محمد وآل محمد ومن هنا كان هذا الاسم قرآنيا في أصله اسم خاص بعلي صلوات الله وسلامه عليه أعطي للذين آمنوا به آمنوا بعليا أعطيه تشريفا وتكريما لست بصدد الحديث عن هذه التفاصيل الزيارة هنا تخاطب والدة إمام زماننا بأنها صديقة السلام عليك أيتها الصديقة المرضية والمرضية صفة أخرى تسبغ على مرتبة صديقيتها صلوات الله عليها حين يكون الإنسان في هذه المرتبة في مرتبة الصديقية أحكامه شؤونه تختلف هذا هو الذي أردت أن أشير إليه أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل معنى الصديقية بحسب ما جاء في آيات الكتاب أو في كلمات المعصومين فهذا أمر يطول الحديث فيه لكنني أردت أن أصل إلى هذه النقطة من أن العبد الأمت حينما يكون الإنسان ذكرا كان أم أنثى في هذه المرتبة له شؤون خاصة له أحكام خاصة على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف باب مولد الزهراء فاطمة الحديث الرابع عن المفضل عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق المفضل يقول قلت لأبي عبد الله من غسل فاطمة بعد استشهادها قال ذاك أمير المؤمنين وكأني المفضل يقول وكأني استعظمت ذلك من قوله باعتبار أن المرأة تتولاها النساء فقال كأنك ضقت بما أخبرتك به قال فقلت قد كان ذاك جعلت في ذاك قال فقال لا تضيقن فإنها صديقة الصديقة حكمها خاص فإنها صديقة ولم يكن يغسلها إلا الصديق أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى لأنها كانت صديقة فلا يغسلها إلا صديق إلا عيسى هذه الرواية أشارت إشارة موجزة وسريعة إذا ما أردنا أن نذهب إلى تفاصيل الآيات والروايات فإنها توصلنا إلى هذه النتيجة من كان في هذه المرتبة له سمات وخصوصيات وله أحكام وشعنات على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي على المستوى التكويني فإننا سنتحدث عن الطهارة والتطهر التكويني وهذا ربما يفسح لي فيه المجال في حلقة يوم غد إنما أردت أن أشير إشارات سريعة بحسب المقام والوقت وأترك بقية الحديث إلى يوم غد السلام عليك أيها الصديقة المرضية السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى مر علينا في الوثيقة الأولى في وثيقة السيدة نرجس التي هي وثيقة الزواج حينما أخبرت بشرى النخاس من أن أمها من أحفادي شمعون الصفا كناك تطابق واضح بينما جاء في هذا النص ومعالم التركيب المعصومي في النص واضحة ذوق منظومة الأدعية والزيارات المعصومي واضح في هذا النص فهذا النص يوثق تلك الوثيقة لا شأن لي بتضعيف المراجع لتلك الوثيقة أو لهذا النص لا أعبأ بتوثيقهم وعدم توثيقهم النص يوثق نفسه بنفسه لا أريد أن أعيد الكلام في هذه القضية السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى أما أنها من بنات الحواريين فقد مر الكلام في وثيقة السيدة نرجس وأما أنها شبيهة أم موسى فقد مر هذا في وثيقة السيدة حكيمة لا تلاحظون الانسجام والتعانق فيما بين هذا الناس وبين ما تقدم من وثائق ماذا جاء في وثيقة السيدة حكيمة هذا هو كمال الدين وتمام النعمة وهذا هو الحديث الثاني من الحديثين الذين أطلقت عليهما هذا المسمى وثيقة السيدة حكيمة وثيقة القابلة وثيقة الولادة المهدوية المباركة ماذا قالت السيدة حكيمة فجلست عنده عند الإمام الحسن العسكري هذا الحديث ليلة النصف من شعبان فجلست عنده إلى وقت غروب الشامس فصحت بالجارية وقلت ناوليني ثيابي لأنصرف فقال لا يا عمتا بيت الليلة عندنا فإنه سيولد الليلة المولود الكريم فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها فقلت ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحبل فقال فقال من نرجس لا من غيرها لأن الإمام لم يكن متزوجا غير نرجس قالت فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثر حبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت ماذا فعلت تقول فوثبت إليها وثبت إلى نرجس فقلبتها ظهرا لبطن فهذا هو الذي فعلته فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لماذا لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى وهذا نظير موسى في نفس الكتاب في كتابي كمال الدين وتمام النعمة حديث طويل مفصل وذكرته مرارا في برامجي السابقة عن إمامنا الصادق الإمام يحدث مجموعة من خيار أصحابه فماذا يقول وأنا أقرأ من صفحة 388 من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى 381 للهجرة وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة ماذا يقول الإمام الصادق وكذلك بن أمية وبن العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة الإمام قبل هذا ماذا كان يقول أما مولد موسى أما مولد موسى فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى بحفظ الله تبارك وتعالى إياه ثم يقول الإمام وكذلك بنوا أمية وبنوا العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول الحسين قتل في هذا الطريق فهل يتعجب بعد ذلك من الأسلوب الذي تمت عملية الزواج وكيف انتقلت بنت القياصر إلى سامراء القضية معقدة جداً معقدة جداً وتحتاج إلى فهم دقيق قضية معقدة لا بهذه الأساليب الهزيلة البائسة السخيفة التي يعمل بها مراجعنا الكرام وعلماءنا الأجلاء جاءونا بها من النواصب قضية معقدة معقدة جداً قضية ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم هذه القضية بدأت منذ قتل فاطنة ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هذا المنطق هو المنطق هذا الحديث عن صادق العترة وهذا الحديث الآن ترويه لنا السيدة حكيمة عن إمامنا العسكري كل هذه الحقائق تنبع من مشكات واحدة هذا هو لحن القول هذا هو منهج الكتاب والعترة هكذا تثبت الحقائق هكذا تتعانق النصوص وهكذا تتجلى هذه المنظومة المعلوماتية بشكل جلي واضح تتبعوا معي هذه الشاشات المتعددة دققوا النظر في هذه الصور وستصطع لكم شمس من بين كل هذه الحقائق لا يستطيع العقل إلا أن يخر أمامها ساجداً إنها شمس القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا يقول إمامنا العسكري لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل مريم كذلك لم يظهر بها الحبل وإلا لو ظهر بها الحبل وأحبار اليهود رأوا ذلك لفعلوا ما فعلوا مريم حين بدت لها علائم الحبل خرجت ذهبت إلى مكان قصي خرجت من المعبد ماذا يحدثنا الإمام الصادق والله لو رجعنا إلى حديث آل محمد لتكشفت لنا الحقائق ولكن ماذا نصنع لعلمائنا ومراجعنا الذين يبعدون الشيعة بكل الوسائل والأساليب عن حديث آل محمد إما بتشجيع الخطباء على منهج مشبع بفكر الشافعي والفخر الرازي وسيد قطب وإما بالتشكيك في أحاديثهم ورواياتهم وإما بمحاربة الذين يطرحون حديث آل محمد هذا هو الذي يجري على أرض الواقع فضائيات تشتغل بفكر ناصبي حوزة تدرس الفكر الناصبي خطباء يرددون الفكر الناصبي الخطيب الذي يطرح حديث أهل البيت يحارب الفضائية التي تطرح فكر أهل البيت تشوه سمعتها المتحدث الذي يضع النقاط على الحروف بحسب منهج أهل البيت يقال له ماسوني وهذا كله يصدر من نفس المراجع أنا لا أقول هذا الكلام جزافا من نفس المراجع من نفس المراجع هذا كله يصدر يمر عبر أولادهم وأصهارهم وإلا القضية ليست من الأولاد والأصهار القضية من نفس المراجع خارجه وإنما تصل إلى الناس من خلال الأولاد والأصهار هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات هذا الجزء الثامن يضعفونه كثيرا أكثر من بقية الأجزاء صفحة 260 لماذا يضعفونه؟ ذوق أهل البيت واضح فيه أينما وجدت تضعيفا للمراجع والعلماء خصوصا من مراجع وعلماء المدرسة الأصولي فقل هذا هو حديث أهل البيت هذا على الأقل ثابت بالنسبة لي هذه قناعتي ماذا أصنع لقناعاتي هذا الذي وصلت إليه قد أكون مخطئا قد أكون مشتبها ولكن هذه قناعتي صفحة 260 رقم الحديث 516 عن إمامنا الصادق إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرة مر علينا من أن أبناء الأنبياء كما في وثيقة السيدة حكيمة ماذا قال الإمام العسكري إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة القوانين القوانين هي القوانين قبل قليل قلت من أن مرتبة الصديقية هذه المرتبة لها شؤوناتها وميزاتها التكوينية والتشريحية وحين حلت السيدة نرجس في بيت الإمام العسكري حلت في هذه المرتبة لما وطأت أقدامها بيت الإمام الهادي لقد ارتقت مرتقا صعبا لقد ارتقت مرتقا عاليا هذه هي صديقة القياصرة هذه صديقة آل شمعون إنها مليكة والدة القائم الصديقة التي ارتقت إلى مراتب الصديقية العالية حين وطأت أقدامها سامراء حين لامست أقدامها تراب بيت إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من هنا بدأت رحلتها مع الصديقية ولذا هكذا سلمنا عليها السلام عليك أيتها الصديقة المرضي هذه هي التي خاطبناها السلام على والدة والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام هذه شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى إلى أن تقول وثيقة السيدة حكيمة لما حفت الملائكة بشكل الأطيار حول إمامنا بعد ولادته وقد قرأت ذلك عليكم لا أريد أن أعيد قراءة الوثيقة مرة أخرى وإنما أذهب إلى موطن الحاجة الذي أريده فرددته إلى أبي محمد السيدة حكيمة بعد أن أمرها فالإمام الحسن العسكري أن تأخذ صاحب الزمان إلى أمه ثم ردته إلى الإمام العسكري فرددته إلى أبي محمد والطير الملائكة الذين تصوروا بصور الطيور والطير ترفرف على رأسه فصاحب طير منها فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير فسمعت أبا محمد يقول أستودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى فبكت نرجس أحست بالفراق فقال لها اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه وذلك قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقرى عينها ولا تحزن إلى آخر ما جاء في وثيقة السيدة حكيمة السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى إلى أن تقول الزيارة السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين أما المخطوبة من روح الله الأمين فذلك قد جاء في وثيقة السيدة نرجس حين حدثتنا عن خطبة محمد صلى الله عليه وآله لها من عيسى المسيح ومن جدها شمعون الصفا مر الكلام لا أعيد قراءته مرة ثانية أيتها المنعوتة في الإنجيل قطعاً الزيارة تتحدث عن الإنجيل الأصيل ولكن الإنجيل الذي بين أيدينا الذي يعتقد به النصارى في يومنا هذا نجد فيه شيئاً ربما يراد من هذا الوصف السيدة نرجس نرجس ربما أقول إنني لا أقطع بهذا ولكنني سأقرأ عليكم ماذا جاء في الإنجيل وأقرأ عليكم التفسير في يوم غد أقرأ عليكم ماذا جاء في الإنجيل هذا هو الإنجيل إنجيل النصارى وها نحن في سفر الرؤية رؤية يوحن وها نحن وها نحن في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤية وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس تسربلت بالشمس كأنها لبست الشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلت وظهرت آية أخرى في السماء هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد ألا تعتقدون أنه ذو الفقار عصا من حديد فولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه حملته الطيور مثل ما جاء في وثيقة السيدة حكيما حملته الطيور حملته الملائكة كان وديعة عند الذي يحفظ الوداع الذي لا تضيع وداعه أبدا واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه هذا ما جاء في إنجيل النصارى النقطة بحاجة إلى شرح وبيان وسأقرأ تفاسيرهم لكم أيضا ما عندنا وقت صار وقت الإفطار بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف وشيكان بتنا قريبين من وقت أذان العشاءين السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين إلى أن تقول الزيارة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر يا أيتها الطاهرة المطهرة زيارة واضحة وصريحة في طهارة كل بدنها وتعسن لأولئك المراجع والعلماء الذين يقولون بنجاسة دم المعصوم زيارة واضحة تتحدث عن طهارتها بشكل كامل وهذا المعنى سآتي عليه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الزيارة بكلها بحاجة إلى شرح وبيان ولكنني سأقف عند المفاصل المهمة كي أستطيع أن أرسم لكم صورة كاملة وهي الصورة السادسة من مجموعة صور الشاشة الثالثة الشاشة الأولى شاشة القرآن الشاشة الثانية شاشة العترة الشاشة الثالثة شاشة الأسرة وأعتقد أن الصورة تتعانق بشكل واضح الصورة الأولى وثيقة وثيقة السيدة نرجس الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيمة الصورة الثالثة وثيقة سعد الأشعر القموي الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق كتاب كمال الدين وتمام النعمة وشاهدتم من أن الكتاب أُلِّف بأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما يعتقده نفس الشيخ الصدق الصورة الخامسة توضيحات لإشكالات طرحت من هنا ومن هناك الصورة السادسة صورة جميلة جدا إنها زيارة السيدة نرجس أمد إليها يدي وعقلي وقلبي متوسلا أن توفقني لفهم صحيح لهذه النصوص ولإدراك لشيء من منزلتها بحق ولدها أتمنى لكم صياما مقبولا دعاءا مستجابا وتصومون وتفطرون على أولاء علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطخرين أترككم في رعاة القمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ضلت أيام والقائم ترفي ضلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح ويضي الله أي نظر الإنسانية تبدى الثورة العديحة عيم تظر الإنسانية تبدي الثورة بديار الشام بديار الشام بدياره ظلت حيام ظلت أيام والقائم انظر الإنسانية تبدي الثورة بديار الشام بديار ظلت حيام ظلت حيام ظلت حيام sociale وإنبعواsoci خلالة الأضعب وما أنظر إنبعوا سيطرح لإذا؟ اشتركوا في القناة